أعطي من 14 سنة بتتعلمي مارشل أردس كلها اللي حبتي التايكوندو والمشعرفية والحاجات دي كلها تمام وبعدين إيه اللي خلاكي تبقي مدرب كمال أجسام آه هنا حضرتك عارفة إن الأسف مفيش اتحاد كمال أجسام بنات آه تمام؟ فحبيت لنا غير المفهوم هنا شوية آه الناس معتقدة إن البنت لما تنزل تلعب جم أو تلعب فتنس تمام؟ ده بيغير على شكلها الأنسوي آه غير المفهوم هنا مش معنى البنت إن هي تلعب أكشن أو تلعب جم أو تلعب فتنس أنا في الأول والآخر بلعب جسم مصر فتنس الجسم الأنسوي اللي هو مغيرش الشكل الأنسوي يعني أنت بتلعبي استني بقى استني بقى استني بقى دلوقت أنت عشان الكمال الأجسام البناتي ده لما بنشوفه بره بنلاقي إنه البنت ملامحها الأنسوية أنت تلاشت بالزبط وبتبقى حتى معرفش ليه وشرحيلي العظم الواجه نفسه بتبدأ الشكل الزكوري بنى على وشها آه ده من الهرمونات ده من الهرمونات أنا لسه كنت بتكلم في النقطة دي إن أنا بنصح أي بنت لو هتلعب جم عمرها الشكل الأنسوي ما يتغير إمتى يتغير لو خدت حاجة لجأت لحاجة اسمها جروس أو حاجة اسمها هرمون ده اللي بيبدأ يغير الشكل الأنسوي بالنسبة للبنت لدرجة إنه بيغير عظم الوش طبعا طبعا لإنه فيه نسبة هرمون زكورة بيبدأ الشكل الأنسوي بيبدأ يتغير تحس إن هي شكلها وطريقتها بقت خالص عظم الفك نفسه بيعرض كده بيعرض من الأنجاك اللي بياخدوها لا والله آه طبعا إنما أنا لو بياخد باخد حاجة اسمها سابليمنت اللي هو وي بروتين حاجة بديل وبات باخد مثلا جلوتامين حاجة تحافظ على الكفر بتاع العضلة باخد بي سي دابل اي أحمد أمينية للجسم فقط مع نظام الغذع مع التمرين ده بيجمل الشكل الكسي نظام الغذع اللي هو عامل إزاي؟ يعني مثلا من أربع من خمس لأربع وقبات في اليوم من خمس من أربع لها ثلاث وقبات بروتين وبدخل اتنين كرب كرب بقى بطاطس رز الكلام ده مفيش مشكلة كربوهيدريت يعني بالزبط مفيش مشكلة إنك تضرابي طبق مكارونا يعني مفيش مشكلة لا لا مفيش مشكلة مدم بتحرائي بدم بح بس مكارونا مسلوقة من غير صلصة؟ أوه من غير صلصة ليه ليه؟ طب إيه لزمك؟ علشان بقى إحنا لينا نظام غذائي كده تمام؟ بنبدأ ناخده في الجن صعب اللي إحنا إيه ناخد حاجة فيها دهون حاجة فيها نسبة أملاح الكلام ده ففيه نظام غذائي إحنا بنتابعه تمام؟ مع دكتور ومع مدرب معتمد